اجتمع السيد رئيس عبدالفتاح السيسي مع سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعية والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء ياسر ابو مندور مدير ادارة نظم المعلومات للقوات المسلحة والسيد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول استعراض تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بالتطوير والتحديث الالكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعية لمواكبة تحول الرقمي بالدولة وذلك ضمن اعادة هيكلة الهيئة ورفع كفاءة بنيتها التحتية لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لاصحاب المعاشات والمستحقين كما وجه السيد الرئيس بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجاري بمكاتب البريد لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية انشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية وقد شهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من اجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التي تدعم وبشكل اساسي الفئات الاكثر احتياجا حيث تم في هذا الخصوص تناول خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اطار الرؤية المستقبلية للهيئة بما فيها جهود تحديث الهيكل الاداري للهيئة والمكاتب التابعة لها لخدمة المواطنين فضلا عن البرنامج الزمني لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة وذلك في اطار سعي الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة والحماية والاستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين الذين يمثلون العاملين بالدولة وذلك من خلال الميكناء والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية وبحيث يصبح هذا التحديث مكملا للقرارات الحيوية السابقة بخصوص المعاشات كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول نشاط وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات منظومة حضنات الاطفال ودعم التعليم المجتمعي ودعم العمالة غير المنتظمة وقد استعرضت السيدة نيفين القباج موقف منظومة الحضنات على مستوى الجمهورية بما فيها النسب الحق الاطفال واعداد الحضنات المرخصة والتي بلغ عددها حوالي 14 ألف حضانة إلى جانب عرض التحديات في هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لحلها بما فيها الحضنات غير المرخصة والمقدرة بحوالي 10 ألاف حضانة فضلا عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضنات بالتنصيق مع الجهات المعنية وكذلك جهود تطوير الحضنات القائمة وإنشاء حضنات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة والتوسع في إنشاء الحضنات التي تعتني بالأطفال من ذوي الإعاقة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بإصدار تراخيص مؤقتة لكافة الحضنات غير المرخصة لحين تسوية أوضعها لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابي مستقبلاً على مرحلة التعليم الأساسي كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الإجتماعي جهود تعظيم الفرص التعليمية في إطار الدعم التعليمي المجتمعي للفئات المستفيدة من برامج الحماية الإجتماعية بما في ذلك توفير سماعات لذوي الإعاقات السمعية للطلاب بكافة المراحل الدراسية بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة بشأن زيادة تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسية للطلاب من أبناء أسر تكافل وكرامة وقد وجه السيد الرئيس بأن تشمل تلك البرامج الداعمة الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعات من أسر تكافل وكرامة مع زيادة موارد الوزارة المخصصة لتلك الأنشطة بمقدار مليار جنيه لضمان نجاح جهود تحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية وذلك بتنصيق مع وزارة التربية والتعليم وأضف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد عرض التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة من ناحية تحقيق أهداف الصندوق تجاه الفئات المستهدفة وكذلك آليات وجهات الصرف ومصادر التمويل كما تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وفي إطار توجه الدولة نحو التنمية وإلى أهمية خاصة للتعليم الفني كما تم عرض جهود الوزارة في إطار إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية التي تهدف إلى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والتوعية المجتمعية وتعزيز المواطنة وإقامة الندوات المختلفة وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشروعات القومية التنموية مع ضمان سبل استدامة تمويل تلك الخدمات ترجمة نانسي قنقر